موسيقى أكد رئيس الروسي فلادمير بوتين أن بلاده كانت تسعى لأمن متساون وغير قابل للتجزئة للجميع وطرحت في سبيل ذلك اتفاقية أمنية لكن الغرب رفضها وأشار بوتين في كلمته خلال إحياء ذكرى عيد النصر إلى أن العمليات العسكرية في أوكرانيا كان لابد منها لمواجهة المخاطر المحدقة ببلاده مع اقتراب التهديدات من الحدود الروسية والسعي لامتلاك أسلحة نووية والآن روسيا دائما في العلاقات الدولية تقف مع الأمن المتساوي وغير المجزئ وهذا الأمر الضروري لكل العالم والمجتمع الدولي ونحن اقترحنا في نهاية العام الماضي اتفاقية لضمانة الأمن والبحث عن الحلول الوسط لمصلحة الجميع ولكن كل هذا كان سدى وذهب سدى الريح وهذا يعني أنه في الواقع لديهم خطط أخرى وهذا ما رأيناه لقد جرى التحضير بشكل واضح للعملية العقبية في الدنباس وبما في ذلك في القرم وكان هناك محاولات للحصول على الأسلحة النووية وبدأوا بالسيطرة العسكرية على الأراضي القرب من حدودنا وهذا الأمر غير مقبول من تهديد لنا وبالقرب من حدودنا وكل هذا كان يشير إلى أن المواجهة لا مفر منه قال الرئيس الأوكراني فلودمير زينيسكي إن بلاده ستنتصر في العمليات العسكرية أمام روسيا ولن تتنازل عن أي جزء من أراضيها وفي كلمة له في عيد النصر أكد زينيسكي أن أوكرانيا خسرت ثمانية ملايين شخص خلال الحرب العالمية الثانية في يوم الانتصار بالحرب العالمية الثانية نقاتل من أجل نصر جديد الطريق إلى ذلك صعب لكن ليس لدينا شكوك في أننا سنفوز لا توجد أغلالا يمكن أن تقيض أرواحنا الحرة لا يوجد شخص يمكنه أن يدخل عنوة في أرضنا الحرة عاجلا أم آجلا سننتصر نحن نناضل من أجل الحرية من أجل أطفالنا وبالتالي سنفوز ولن ننسى أبدا ما فعله أسلافنا في الحرب العالمية الثانية حيث مات أكثر من ثمانية ملايين أوكراني أكد رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بريطانيا يمكن أن يكون لها مكان في منظمة أوروبية أوسع تضم دولا ديمقراطية من خارج الاتحاد الأوروبي وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في برلين مع المستشار الألمني أولف شولتس قال إن أوكرانيا قد تواجه مسارا طويلا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومن الممكن أن يمتد ذلك لأشهر أو ربما لعقود من جانبه اعتبر شولتس مقترح ماكرون بإنشاء منظمة أوروبية أوسع أمرا مثيرا للاهتمام مشددا على ضرورة فعل كل ما هو ضروري لتفادي اتساع نطاق الأزمة الأوكرانية أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيرش عن قلقه إذا أتوسع الأزمة الروسية الأوكرانية ووصول أثرها إلى دول الجوار وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء مولدوفا أكد جوتيرش دعم أكثر من مائة ألف لاجئ أوكراني وصلوا بالفعل إلى مولدوفا داعين المجتمع الدولي إلى زيادة شراكاتهم الاقتصادية مع مولدوفا ترجمة نانسي قنقر